السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا النهاردة فيديو جديد النهاردة هنتعلم مع بعض طريق الدمج صفحتين على الفيسبوك ومن خلال الدمج ده حقق اكبر صفحتي على الفيسبوك سواء عايز ان انا اكبر مجال الشغل بتاعي او سواء ان انا عايز احقق شروط الفيسبوك علشان احقق شرط العشر تلاف متابع على الصفحة فحيكون النهاردة وشرحنا هو ازاي نقدر ندمج صفحتين عندي وخليهم صفحة واحدة وخلي المتابعين كلهم في صفحة واحدة وكبر الصفحة يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا ازرار الجرس يلا بينا اهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نقدر نعمل دمج الصفحتين على الفيسبوك وندمج المتابعين وحتى لو حابين ندمج الصور هندمجها وهنعمل كل الخطوات دي مع بعض مبدئيا هنروح على الفيسبوك وطبعا كل ده هيكون عن طريق الموبايل هنروح على صفحتنا على الفيسبوك النسخة الموجودة تمام ومن هنا هنضغط على الثلاث شرحة اللي في خالص دول ولازم نركز هنا لان في خطوات لازم نعملها الاول علشان يتم عملية الدمج بسهولة وبدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل فنتابع الفيديو كله ونمشي على الخطوات خطوة خطوة مع بعض مبدئيا هندخل على الصفحات تمام انا هنا مجاهز الصفحات لكن هقول لكم ايه اللي انا عملته علشان نكون واضحين وفاهمين الطريقة ازاي ونمشيها الخطوة بغض انا عندي الصفحة دي ودي صفحتي الاساسية الصفحة دي الصفحة دي اربعة تلاف تمنمية سبعة وتسعين يبقى الصفحة دي اربعة تلاف تمنمية سبعة وتسعين متابع والصفحة التانية اللي هي عندي الصفحة دي هنشوف كم متابع تسع تلاف خمسمية خمسة وسبعين تمام يعني عندي صفحة اربعة تدخل على الخمس تلاف والصفحة التانية دخل على العشر تلاف تمام انا اللي هميني الصفحة الاولانية اللي هي دي الاندي الاساسية بتاعتي انا عايز ادمج الصفحة التانية دي على دي يعني المتابعين كلهم يكون واحد في صفحة واحدة بحيث انا اكبر الصفحة بتاعتي بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيط اول خطوة هنعملها هي الصفحة اللي انا عايز ادمجها على صفحة الاساسية هدخل عليها بالشكل ده مسلا وهنعمل اعادة تسمية الصفحة يبقى الصفحة اللي مش هتكون موجودة بعد كده يعني الصفحة اللي هناخد المتابعين بتوحها نضفهم على المتابعين اللي انا عايز ضفهم عندي في الصفحة الرسمية او الاساسية بدخل عليها الصفحة التانية اسمها عندي السعيد صالح تمام بدخل على الصفحة التانية اللي انا هدمجها على التانية بعمل ايه بغير الاسم ويكون الاختلاف في حرف واحد يعني التانية اسمها السعيد صالح ده انا كتبتها السعيد صالح اتنين تمام ده اول خطوة عندنا ان انا بخلي الاسمين الاختلاف في حرف واحد فقط تمام سواء حرف او رقم يوم متزود حرف او رقم واحد بس بعدها بدخل على الصفحة اللي انا محتاج انها تفضل يعني تفضل موجودة اللي هي دي طبعا فانت بتشوف الصفحة اللي انت عايزها تفضل موجودة بتدخل عليها كلام عشان مفيش حد يتلقبط فيها والصفحة تروح منه ويجي يقول لنا في التعليقات الصفحة راحت انت علشان تدمج الصفحتين بعد ما تغير الاسم يكون زي بعض ومختلف في حرف واحد فقط بتدخل على الصفحة الاساسية اللي انت عايز تفضل موجودة وبعدها بنطلع على كلمة اعدادات اللي فقه خالص دي بالشكل ده بعد ما دخلنا على الاعدادات على الهاتف عن طريق الموبايل بيزر عندي القايمة دي من الاعدادات داخل الصفحة بتاعتي بدخل على كلمة عام اول الحاجة زي ما شايفين مع بعض كده هنطلع لفوق هنلاقي حاجة اسمها دمج الصفحة هندخل عليها بالشكل ده تمام هنا هيطلب مني كلمة السر الخاصة بحسابي على الفيسبوك علشان يتأكد ان انا الشخص اللي بعمل التعديل او الاجراء ده هكتب الباسورد بتاعي وارجعلكو كده كتبت الباسورد الخاص بيا وهنا هضغط على كلمة متابعة بالشكل اللي حضراتكو شايفينه هنا الفكرة هنا كلها اول خيار يعني بيزهر لخيارين فوق بعض بقول لنا اختار الصفحة والمكان التاني اختار الصفحة التانية فانا اول هطلع على اول واحدة وهختار الصفحة اللي انا عاوز اسابها محتاج اسابها هتغط كده فبيعرض لكل الصفحات اللي عندي انا مسمي الاساسية عندي السعيد صالح بس وده اللي انا عايزها تفضل موجودة انا بكرر الكلمة تاني علشان مفيش حد يتلخبط في حاجة تاني خيار معايا اختار الصفحة اللي انا عايز ادمجها وفي نفس الوقت هتختفي تمام يعني هاخد المتابعين بتوع لتحت اضيفهم على المتابعين اللي موجودين فوق يبقى الصفحة اللي هتفضل معايا اللي فوق تمام وحاجة هنا هضغط على كلمة متابعة تمام انا عندي هنا مشكلة في الصفحة ان هي كانت باسم حد صديق لي ولسه اعطيني اليوم سبعة وعشرين على يناير علشان يتم الدمج تمام لكن كل اللي هتعمله بتضغط متابعة بالشكل ده وبيقول لك تم دمج الصفحات وبيبدأ يرد عليك بعد مسلا هو الطبيعي بتاعها مسلا اربعة ساعات او خمس ساعات لكن ممكن المدة تقعد لعند اسبوع فده ما فيش مشكلة خالص هتلاحز ان اختفاء الصفحة اللي انت دمجتها وحت اتلاحز وجود عدد المتابعين على صفحة واحدة يعني هلاقي التسعة تلاف دول موجودين مع الاربعة تلاف والصفحة بتاعتك حجمها هيكبر وحتقدر تحقق الربح او تحقق شروط تحقيق الربح من الفيسبوك مثلا او لو مش فارق معاك الربح هتقدر تكبر زي ما جاء لصفحتك وتكبر عدد المتابعين بطريقة سهلة جدا وبطريقة قانونية بدون اي مشاكل وبدون اي اختلاف نهاي بكده يكون النهاردة قدرنا نشرح لكم ازاي نقدر ندمج الصفحتين على الفيسبوك بطريقة بسيطة جدا وعن طريق الموبايل والخطوات اللي ممكن تقابلك علشان العملية ما تقفش قدامك بكده النهاردة يكون شرحنا انتهى وياريت لو في اي حد عنده استفسار يكتبه لنا في التعليقات وانا برد على اي حد وبرد بسرعة بازن الله بكده يكون شرحنا النهاردة انتهى وياريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته